في شأن آخر قالت لجنة المالية النيابية أن الحكومة لم تصرف سوى 20% من موازنة العام الحالي وتوقعت إطلاق باقي الموازنة يوم العشرين من كانون الأول أعضاء في اللجنة ذكروا أن الحكومة لم تصرف 80% من موازنة العام الحالي مرجحين ببدء صرف جزء منها لمدة خمسة أيام قبل نهاية العام الحالي وأنه مع بداية العام الجديد يتم إرسال جداول موازنة العام المقبل وأضفوا أن توجه الحكومة نحو عملات غير الدولار سيسهل قضية تجارة من جهة ويدفع بالتجار للتعامل مع المنصة أكثر ويقلل الضغط على الدولار بدل أن يكون التركيز عليه مؤكدا أنه سيسهم في تثبيت سعره الرسمي